في آخر الأنباء العاجلة صدقت محكمة الاستئناف في باريس على مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق الرئيس السوري بشار الأسد المتهم بالتواطئ بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية القاتلة التي وقعت في أغسطس من العام 2013 وذلك وفق محام الضحايا ومنظمات غير حكومية وقد أعلنت محاميات الأطراف المدنية للصحافة في ختام المدولة التي جرت في جلسة مغلقة أنه تمت المصادقة وبذلك تكون غرفة التحقيق قد رفضت طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب بإلغاء مذكرة التوقيف بسبب الحصانة الشخصية للرؤساء أثناء وجودهم في السلطة هذه النتيجة تعيد التوازن الدولي بس أحد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر